في سنة 2011 كان نهارك صعيد لي وبينواره مجموعة مهمة جداً من الضيوف اللي أصبحوا زي ما يقولوا صحاب بيت وبعد انتهاء 2011 في السنة كانت مليئة بالأحداث أكيد كنا لازم نتكلم معاهم ونعرف رأيهم في سنة العدد وكمان رأيهم في اللي جاي وإيه أخبار السنة الجديدة في مصر وتحديداً على مستوى السياسي وعشان كده حيكون معانا من ضمن هؤلاء الضيوف منوارنا الدكتور وسيم السيسي المفكر والباحث في علم المصريات وأستاذ المسارك البولية بمستشفات التعليمية صباح الخير صباح الخير يا دكتور وكل السنة وحديك طيب وانتي بالصحة والسلام يمكن احنا أيام قليلة ونحتفل إن شاء الله بثورة مصر العظيمة وثورة 25 يناير فوجة نظر حضرتك ايه الإنجازات اللي حققتها ثورة 25 يناير لحد دلوقتي وإيه اللي ما تحققش هذا موضوع كبير إنما هي باختصار شديد أهم الإنجازات إنها شالت رمز خطير جدا كان ضيع مصر ضيع الأرض وما تحت الأرض وما فوق الأرض ضيع الأرض إنه بحها وما تحت الأرض الغاز اللي باعه وما فوق الأرض وهي المؤسسات والشركات والمصانع اللي باعها يعني شوية كام سنة كده وكانت مصر تبقى يعني خلاص كلها تباعت تباعت بالشارع يعني آه يعني فدي من الإنجازات إن ده طار أوكي أيضا من الإنجازات لا طبعا لازالت جزوره الفاسدة موجودة يعني حجز الخوف انكسر طبعا بالضبط أما حين ناس دلوقتي بتتكلم بحرية ما ندرشون عليها ديمقراطية لأن تعريف الديمقراطية هي حرية التعبير مع القدرة على التغيير من أصغر صغير لكبر كبير فإحنا عندنا ديمقراطية عرجاء لأنها تسير على سق واحدة وهي حرية التعبير أو حرية أو ديمقراطية مكسورة الجناح لأنها بجناح واحد إن الجناح الثاني وهو القدرة على التغيير غير موجود إلا في حدود قليلة جدا لأن التغيير مقصود به من أصغر صغير لكبر كبير يقبل كبير ما احناش قدرين عليه فهي ديمقراطية منقوصة ما ادارش نقول انها ديمقراطية هل كنت شايف ان ممكن ادارة الثورة بشكل افضل من كده شوية كتير كمفروض ازاي نعم نمرت واحد كان لازم يقبع فيه واحد متحدث باسمه ما كانش يقبع فيه الاتلافات الكثيرة دي يعني احنا بنقول لما بنقول ثورة 19 بنقول 9 زغلول لان فيه واحد بيتحدث باسمه هذه الثورة اسمه ساعة ويتحمل كل ما فيها من نفي وغيره ومفوضات انما هنا مين اللي يتفاوض كل ما حتى المجلس الاسكاري يجي يتفاوض مع مجموعة الشباب الثورة يقول لا دول مش تابعا ما تخلي حد تابعك يا اخي خلي اي حد حتى بس يعني مثلي واحد يقدر يتحدث باسمك دي 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 غلطة بشعة حتى لو كانت عدت في الشهر الاولاني او التاني كان لازم يتلموا ويجمعوا على شخص واحد يتحدث باسمه قالوا ان ده صعب يعني وده يمكن كمان رأي خبراء قالوا ان ده صعب في بلد زي مصر اللي تعد الطوائف السياسية والاجتماعية ولا صعب ولا حاجة ابدا يعني هذه الطوائف الكثيرة كلها تجتمع ويبتدوا اسماء مطروحة وبعد كده يختاروا منها واحد باغربية الاسوات انما دي من العيوب البشعة اللي هي وقعت فيها الثورة وارجو انها تقدر تلحق نفسها مرة تانية الوقتي وتقدر تجعل واحد يمثلها طيب خلينا نقول في ان ثورة 25 حد الشين كانت اهدافها كانت اهداف سميعية طبعا عدالة اجتماعية فخلينا نقول اكيد نقول لنا ولا علينا طبعا في اخطاء طبعا فزي اننا نقدر نتفادى الاخطاء وايه هي الاخطاء كمان غير ان الثورة كان لازم يكون ليها قيادة ايه تاني الاخطاء اللي وعوا فيها ثوار المجلس العسكري الذي كان مسؤول واخد دور رئيس الجمهورية واخد دور البرلمان هذا المجلس العسكري لم يقم بدوره كما كنا نتوقع نمرت واحد الدستور مبنى زيدة اللي احنا فيه دلوقتي هل يمكن اقامته بدون رسمة هندسة ييجي كده البنيين كل واحد شيء اللي قصع وطلع بيها ومن غير رسمة هندسة ولا لازم مهندسين ولازم رسمة هندسة وهنا الجدار ده يبه كذا والجدار ده كذا الدستور هو الرسم الهندسي اللي بناء دور الدستور هو اللي اقدر خلاله اعمل برلمان مظبوط وقامل رئيس دولة مظبوط حتى لو كان شرير الدستور يزبطه انما رئيس كويس ودستور وحش البلد تضيع يعني خروت شوف لما جاه قال ستالين كان مجرم وسفح وقاتل قتل الاربعة مليون في سيبيريا وطلع عضمه من المقبرة بتاعته خلاها الكلام الناس كلها كانت فرحانة وتسقف له لان النظام كما هو والدستور كما هو في روسيا اللي عامل ستالين عامل اخره تشوف مع المجر في مذابح المجر 1956 بتدبابات هرس الناس فليه؟ لان النظام واحد فالدستور أساس وكل شيوخ الدستور كل شيوخ الدستور قالوا للمجلس العسكري في شهر واحد نطلعه لانه جاهز موجود اللي هو دستور 54 إبراهيم درويش ما هو دستور 71 مش بس اللي في ادينا الوقت لا ده هو نفسه قال لي إبراهيم درويش قال لي عملت دستور 71 وديته للرئيس السادات في 1 سبتمبر في 5 سبتمبر طلع دستور 71 مش بتاعي حاجة تانية مختلفة تماما غير اللي أنا قدمته فالدستور بتاع اللي هو 54 اللي عمله صنهوري باشا واللي عمله إبراهيم درويش في 71 ده موجود وكلهم قالوا في أسبوعين طلعوا طب ما طلعتوش ليه؟ وبعدين الغلطة البشعة بتاع الاستفتاء أسمت البلد نصين الناس بأصواتها للجنة وناس أصواتها غفرة للنار دي وقع خطيرة جدا زي اللي احنا وعاين فيه دلوقتي عباسية وتحرير البلد بتنقسم زي اللي كن هنقع فيها بردو ألا وهي استفتاء على بقاء المجلس العسكري ولا؟ البلد تنقسم اتنين مش ممكن ده نوع من أنواع فرق تسف طبعا 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 احنا كمان ما ينفعش نتكلم على اللي احنا بيحصل دلوقتي من غير ما نتكلم على المرحلة التالتة من الانتخابات ومن الرحلة الأخيرة طبعا طبعا يا فندم حيطك على الانتخابات انتخابات غلط من أول هلاك هاي الحلوى أوي طبعا الطيار الديني بكل أسف اللي عندك كمان ده اسمها انتخابات العدس والفول والمية جنيه والخمسمية جنيه هل من المع ده في ألمانيا لا يسمح لك أنك أنت تدلي بصوتك إلا إذا مريتها للكمبيوتر والآي كيو بتاعك اللي هو منسوب ذكاءك يسمح بأنك أنت تدلي صوتك ولا؟ أنا أجي أشيل واحد ما بيقولك شئر ولا يكتب والدينه لست فيها مئة اسم ولا بتاعه عشان يقعد يختاره والآخره بقى ده كلام ده 500 سنة قبل الميلاد كان لا يسمح للمرشح أن يرشح نفسه إلا إذا تعدى الأربعين حتى يكون ناضجا وحصل على أكبر درجة علمية من أكاديمية اليونان اللي احنا بسميها الدبلوما ومن ديبلو يعني الورق المطوي وإحنا ندخل في البرلمان وهو يعني أخطر من الحكومة لأنه تشريعي أدخل فيه ناس ما بتعرفش تقرأ ولا تكتب وبعد كده أقول 50% عمال وفلاحين آه 50% عمال وفلاحين 100% عمال وفلاحين على شرط أن يكونوا من حميلة لسانس والبكالوريوس ويكونوا من أحسن إزاي أدخل واحد في فرلمان يناقش ميزانية ويناقش مجلس عسكري ويناقش ويناقش وهو ما هوش فهم أي حاجة إنما ده يحقق ما قاله تشرشل قبل كده قيادة قطيع أسهل من قيادة غانا ما واحدة شايريد أنا عاوز ناس يعني زي ما حصل مرة قبل كده في البرلمان السابق رئيس المجلس بيقولهم اجتماعنا القادم هيكون يوم الأربعة الموافق لسه هيكمل قالوا الموافقين يا رئيس ده مش ممكن لأن مش فهم هو بسمع كلمة موافق وغير كده يا فندم إحنا كنا سمعنا قبل الانتخابات على طول عند بعض قرارات كده اللي نزلت إن ما فيش أحزاب هتتم على أسوص دينية وبعد كده والدعاية كلها قائمة على أساس ديني مفروض إنها تسطط علنا حيتين عشان بس إن نكون حديين علنا حيتين بس الفكر نفسها إن إحنا لقينا الانتخابات قلبة حرب دينية طبعا يعني دي مأساة كبيرة طبعا إن بلد يعني تتفسخ يعني دينيا انتهت لأن كل أمة منقسم على زيتها هتخرب طيب خلينا نتفق أبس أتفضل أتفضل خلينا نقول فعلا خلاص يعني الانتخابات يمكن نتجتها بانت وصعود وطير الديني وفوزه بأغلبية صحيحة يمكن همثل ستين فقرية من البرلمان اللي جاي في تخوفات كتيرة جدا يعني من العلمانيين ومعننا فكرة إن أنا أسم المصريين علمانيين وأقبات وإحنا كلنا مصريين بس الفكرة إن في بعض المخاوف عند الليبراليين وعند العلمانيين وعند الأقبات من سعود وطير الإسلامي رأي حضرك إيه؟ أنا رأيي إنه مفيش مخاوف هتخوف إيه؟ أصل الكلام اللي برى السلطة غير الكلام اللي داخل السلطة وبعدين يعني حتى اللي بيصرح بهذا الكلام ينطبق عليهم لتصدق الفتية العبسين وسود الكلام نعام الوغة إحنا ما نشوفه في قلب الوغة أو في قلب الحرب هيعمله إيه؟ هي دي إنه ما يسيبك من شقشقت الكلام دي كلها هعمل وعمل وعمل طيب تعالي أعمل وأنا أوريلك التحرير هيعمل فيك إيه؟ يعني كده؟ هل تعتقد يا فدم أن شكل الدولة المصرية هيتغير مع إصرار الطيار الديني على أشترين الدستور؟ لا 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 يمكن لا يمكن شوف إحنا مرة علينا 2500 سنة احتلال ناس من أسوأ ما يمكن يكفي الاحتلال العثماني التركي العثماني 400 سنة ما عملوش فينا حاجة لأن مخزون الحضارة في مصر أقوى من أي حاجة تاني بس مش متفق معي أن طبيعة المجتمع المصري بما أصمها مؤخرا من مشاكل في الفقر وفي الجهل وفي عدم الوعي وفي حاجات كتيرة جدا ما احترنا الشديد لكل فئات المجتمع مش شايفة فإن أن هذا ممكن يأثر في هذه الحضارة وهذا المخزون؟ أنا كنت في مؤتمر في نيويورك واحدة عالمة في الحضارات القديمة في الأركيولوجي اسمها دكتور جروس قالت لي بالرغم من الأمية والفقر اللي موجودة في مصر إلى أن الحضارة تحت جلود المصريين هذا يظهر في حرب 73 طوال الحرب مفيش جريمة واحدة سجلت هذا ظهر في 18 يوم بتوع التحرير هي دي مصر سيبك من الحاجات اللي جايلنا من برة دي ولا يمكن طيارات فاسدة رملية جايلنا من برة تغير مخزون حضاري بتاع ألاف السنين كل دي فقعات هوائية مع ما تصدقها مصر يا مصر وهي دي اللي قال عليها أبو العلاء تتوى الملوك ومصر في تغيرهم مصر على العهد والأحساء وأحساء أحساء اللي هي مدينة في الله قسيمكن في بعض التصريحات اللي بتخد شوية يعني لا بعض التصريحات من بعض الأحزاب ممكن من حزب الأصالة ده مش من بعض الأحزاب من بعض أفراد منسوبة لهذه الأحزاب بعض أفراد يعني معروفين وهم نفس الأحزاب نفسهم المسؤولين لا أحزاب بلق ده إحنا يعبر عن نفسه إحنا ملناش دعوة به وحاجات جماعتنا معروف أمر المعروف نهي عن المنكر دي ما تمشيش في مصر دي ما تمشيش الناس كلها تاكلهم مش هما اللي ياكلوهم ديتا كلهم طبعا مش ممكن إذا كان خمسة مليون أسرة عايشة على أن المرأة تعمل تيجي تقول لي مش أعرف إيه بتاع صح يا فن ده فيه واحد عظيم جدا يعني عالم من علماء الإسلام اسمه الدكتور الشقعة يقول لي بروح السعودية بقولهم إمتى هتبقوا مسلمين إمتى هتبقوا مسلمين وحكالي حتى مرة على أن واحد من بتوع التكفير والهجرة دهين جاء الوحدة أمريكية من الزنوج الكبار دول المارينز دول مش عاوز أقول لك الباقي بقى لما عملها على رجلها كده إيه اللي حصل يعني يبقى كيلك الدكتور الشقعة يعني الفكرة كمان يا فندم أن أنا بس الحاجة الوحيدة الثورة قامت تدي حرية لكل المصريين كل المصريين دلوقتي طيار معين أو طيارات معين عايز تفرد علينا النمط حياة معين يعني بعد ما كنا محظورين غالبا اللي برالين هم اللعبين محظورين بقى يعني خلاص إحنا مش قادرة سادة إن في حد ممكن يفرد علينا نمط حياة معين لا حد شقدر يفرد علينا لا يعني إحنا داناكوا حرية لا كنتوش موجودين لا 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 لازم تعرفي إن قوتهم من ضعفنا وإقدامهم علينا من تراجعنا إنما حين نقف باللسان وغير اللسان وآخره هم ما يقدرواش يتقدموا خطوة واحدة وبعدين المؤسف لين تتحول لحرب نعم أو لين تتحول لمواجهة ما هدي بقى مشكلة أنا شايف لازم الرئاسة لازم الرئاسة تقبع على درجة عالية جدا من الوعي إن ده أولا البرلمان لازم يتوضع بسرعة هل تعلم أن البرلمان الأمريكي سبع بنود بس اللي وضعوا هاملتون وطوماس جيفرسون سبع مواب إحنا عندنا حوالي 200 وشوية ماد على إيه الهوسة دي كلها يعني وبعدين يعني المادة التانية أوكي ما لم تتعارض مع المواثيق العالمية لحقوق الإنسان ومحدش يقدر يقول المادة التانية تتعارض مع المواثيق العالمية لحقوق الإنسان خمسين في المئة عمال وفلاحين على عيني ورأسي على شرط أن يكونوا من حامل اللسانس والبكالوريوس أنا مش هغير عاجل إن أملا بس بضع ستيبليشنز عشان يقبى دستور عالمي يقبى دستور يتطفق مع العالم كله ما باش أنا متخلف عن العالم كله صحيح وبعدين لازم نعرف حاجة مهمة جدا ودي اللي قال هارود لازكي في كتابه الخطير أسوأ أنواع الحكم هو الحكم العسكري أو الحكم الديني ليه يا سيدي؟ غياب أعظم كلمة في قموس أي لغة كريتسيزم النقد النقد غائب في الحكم العسكري لأن النقد للحكم العسكري أجند أجنبية وكلنا يذكر عمر سليمان لما قال على شباب التحرير دول بيشتغلوا لأجند أجنبية وبعد كده رفعوا للشهداء تعظيم السلام والنقد للحكم الديني حزب الشرطان وطبعا لا يمكن بلد تتقدم من غير كلمة نقد وعشان كده فولتير قال إذا ترق الرقية باب أمة سأل أولا هل لديهم نقدة؟ هل لديهم حرية فكرية؟ إذا أجبوه نعم دخلوا ارتقت الأمة إذا أجبوه لا وقال لها ربض وانحطت الأمة وقال حاجة عجيب قال تمنيت لو قتيت بآخر ديكتاتور وخنقته بأمعاء آخر رجل متسربل بإيهاب الدين يعني يبوه متسربل بالشهد؟ متسربل يعني بيدعي الدين وهو مش مدعي يتسربل يعني يلبس وهو ملوش فيه ملوش في جوهار زي واحد منهم من الجماعة إياهم دول راحل أبو العلاق المعاري قعد يوعظ فيه وبتاع في العصرع بس تاني نفس الحالة اللي إحنا عايشين في هالوقتي قال له يا من تدعي أنك دين علي يا يمين الله ملكة دين أنت جيت مش هارب إيه؟ ووصف الحالة الدينية كمان في ذلك الوقت المشكلة كمان يا فاندم أن الدين بقوا حصلينه بس في المظاهر يعني ياريت مثلا سلوك ياريت مثلا فيه نهضة فيه تعليم يا مصر دي ما كانش فيها إسلام مصر دي ما كانش فيها إسلام أيام الحفلات بتاعتهم مكلسوم مفيش وحدة محجبة ولا منقبة ولا الكلام ده كله على الأقل ما كانش فيه خطف بنات على الأقل ما كانش فيه اغتصاب على الأقل ما كانش فيه هذه الجريمة بهذا يعني يعني هناك يعني يعني معادلة أن في دول مع بعض مع المادة مش المادة الديني مظاهر الدين مع الجريمة بكل أنواحها محدش بيتساءل ده لأن فيه بين جوهر الدين ومظاهر الدين بالضبط ده التصريح لفت ناصل يا فاندم دكتور وآخرا لأحد برضو المنتمين لحزب النور لجامعة النور السلفية يعني بيقول أن النخبة اللي موجودة أو النخبة التي شكلت وجدان مصر على مدى العشرين تلاتين سنة اللي فاتوا هي أساس النخبة لا نعترف بها لأن هذه النخبة هي اللي ما عدتش على أمن الدولة وهي اللي كانت بتعدي بالتوافق وبالاتفاق من المسؤولين وأن كل منهم كانوا على مستوى ثقافي من الجماعات الزينية التي كانت تعاني من الحضر وواواواواواوا لم يكن لهم فرصة عشان هما كانوا يا إما في السجون يا إما مش موجودين فلم يكونوا جزء من هذه النخبة وبالتالي نحن لن نعترف لا برأي هذه النخبة ولا بالتوجهات الثقافية ولا أي أن كان تعليق يا فندم ده تعليق يا أولا لازم نضع أو تعريف للنخبة ماذا يعني بالنخبة؟ بالمفكرين الأدباء الشخصيات العامة الإعلاميين كل من هم في الواجهة الثقافية هو ما يعترفش بهذه النخبة هو لا يعترف بهذه ومين قال إن النخبة بتعترف بهؤلاء مهما كان عدده المسألة مش مسألة كوانتتي كمية مسألة مسألة نوعية الذي يقود الشعوب هو الفكر وممكن إيبهه واحد شخص واحد واحد زي توماس جيفرسون ده ده عمل دستور عايش عليه أمريكا لغاية النهار ده أكتر من مئة سنة أو مئتين سنة يعني يكفي بند واحد وضعه توماس جيفرسون إما قال نحن لا يهمون لونك ولا يهمون دينك يهمون أن تعطي هذا البلد أفضل ما عندك وصلي يعطيك هذا البلد أفضل ما عنده وفي المذكرة التفسيرية يقول ما الذي يعنيني إذا كنت تعبده إلها أم تعبده حمارا كده توماس جيفرسون والبلد مشيا وعشان كده رغم إن أنا يعني ضد سياستها الخارجية إلا إنهم من نظام الحكم الداخلي قدروا يحطوا علامهم على سطح الأمر لأن هناك سيادة قانون مهمة أو سيادة القانون اللي هي مش موجودة عندنا خالص فين سيادة القانون ندورة يا طيب يمكن إحنا خلاص أيام قليلة ونحتفل بثورة 25 يناير متوقع حضرتك اليوم ده هيكون عاملة زي أنا أتوقع ما لم يكن المجلس العسكري وحكومة الدكتور الجنزوري يتمتعاني بحكمة شديدة جدا هذا اليوم لن يمر بسلام حتى تشايف إن في أمارات أو يعني شواهد لإن في حكمة في التعامل أو لا أنا أرجو هذا يعني أنا في فرق بين شايف وفرق بين أتمنى أنا أتمنى أن تكون هذه الحكمة وأنه ما يكونش في مواجهات ولا كونفرنتيشن لأنها هتبع حاجة دموية وحاجة فظيعة جدا لأن مصر كلها في ذلك اليوم هتحتفل وأي عنف مضاد للناس في ذلك اليوم سينقلب وتأتي نتائجه سيئة جدا فأرجو أن يمر هذا اليوم بسلام طيب وعلى مستوى السياسي على مستوى الخطة المرحلية الجاية بالنسبة للحكومة وبالنسبة للكلام ده كله سيبك بقى من المواجهة أنا أتمنى لديك على الخطة حاجتين يجب أن إحنا نسعى لتحقيقه نمرت واحد دستور جيد كويس للطوايف كلها يرضي الكل من الأول للآخر مع الموافق العالمية لحقوق الإنسان وحاجة تانية وإحنا بدأنا فيها ودي كويسة جدا سيادة القانون يعني تحية لوزير الداخلية الحالي لأول مرة الناس تبتدي تحس أن هناك أمان وأمن في الداخل وطبعا ده أساس ومهم قوي جنار مردال الراجل المفكر العظيم لما حب في نص سطر يشوف سبب تعاسد وبؤس وشقاء وتخلف وفقر الدول دي كلها المتخلفة الفقيرة البائسة طلع في كلمة واحدة قال نها دولة رخوة قال له يعني إيه قال له ما فاش سيادة قانون ويكفي أن تعرف أن نحن عندنا تلاتة مليون قضية فيها حكم نهائي الدولة عجزة عن تنفيذ هذا الحكم من ضمنها ده من أيام حاجات قصيرية زي البورصة يعني دولاتي حاليا نحن في كلمة دولاتي يعني في قضية في البورصة الشركة اسمها أجواء تمام بقالنا دولاتي أخيه على سنة كل يومين تلاتة المستثمين دي حرام اللي راحت في لوسهم عندهم حكم القضاء ومش هفين ينفذوا القضاء مش قادرين ينفذوا سيادة القانون ليه يعرف سيادة القانون فيني وإننا نحن بندور عليه بنشكر حليك جدا عن وجودك معنا وكلام معك بيخلاص ويأتي تتقابل بقى إن شاء الله بعد خمس وعشرين يناير إن شاء الله ونهني بعض على الأيام الجميلة ده عايزة بس حليك رسالة توجيها لشباب مصر بس وشكرا لشباب مصر أقول لهم أنتو آخر أمل لنا في مصر هم أنتم اعملوا لنفسكم رئاسة موحدة إحنا ما بنقول ثورة تسعتاشر بنقول سعد زغلول أنا أقول ثورة خمس وعشرين يناير أقول مين شوفوا لكم حد يقلم باسمكم وتذكروا كلام محمد شوقي إلامة الخلف بينكم إلامة وهذه الدقة الكبرى علامة وفيما يكيد بعضكم لبعض وتبدون العداوة والخصامة فلا على حال مصر استقرت ولا السودان داما فما تضيعوناش خلوا واحد بس يتحدث باسمكم والأمل فيكو كبير شكرا يا فندم جدا من شكورك فعلا شكرا شكرا نروح نروح شكرا شكرا